اهلا بحضراتكم من جديد قبل ما ادخل في اي تفاصيل متعلقة بالشأن المحلي ونشوف اخبار جديدة متعلقة بالنادي الاهلي عايز ابرك للاشقاء في المملكة المغربية بعد اعلان الاتحاد الدولي اليوم من خلال كونجرس الجمعية العمومية بحضور كافة الاتحادات الاعضاء وبحضور رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني انفندينو عن تسكية ملف المغرب واسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 20-30 اخيرا الاشقاء في المغرب نالوا شرف تنظيم هذا الكأس وهذه البطولة الكبيرة جدا عشان يكون اول بلد عربي افريقي ينظم كأس العالم صحيح تنظيم مشترك ولكن المملكة المغربية هيكون لها سعة كبيرة جدا من المباريات والملاعب لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير مبروك للاشقاء في المغرب نتمنى بإذن الله تنظيم على اعلى مستوى وواصل كل الثقة وكل المصريين واسقين ان الاشقاء في المغرب هيكون عندهم قدرة على تنظيم حدث استثنائي بعد اقل من ست سنوات في تنظيم كأس العالم 20-30 واللي بالمناسبة فيها يعني ظاهرة مختلفة شوية انتوا عارفين طبعا اي من الدول الثلاث قد يصدف الافتتاح او النهائي ولكن عشان هذه البطولة جاية بعد مئة سنة من اقامة اول نسخة كأس عالم 1930 فالاتحاد الدولي قرر ان الارجنتين وبروجوي واروجوي هيصدفوا مبارياتهم الافتتاحية في دور المجموعات الجروب ستيج قبل الانتقال الى اسبانيا والمغرب والبرتغال لاستكمال باقي تنظيم مباريات البطولة الام هناك بقى اتصالات ومساعي ملعب المباراة النهية هيكون فين سنتياجو برنابيو في مدريد ام سيكون في الرباط الملعب الجديد اللي بيتم انشاؤه عشان يسع لحوالي اكتر من 120 الف مشجع مبروك للاشقاء في المغرب ده اولا ثانيا مبروك للاشقاء في المملكة العربية السعودية على تنظيم كأس العالم 2034 ملف على اعلى مستوى الاتحاد الدولة النهاردة وضع ثقته في الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنظيم كأس العالم بعد حوالي عشر سنوات المملكة قادرة باذن الله على تنظيم هذا الحدث الكبير طبعا المملكة العربية السعودية هتستضيف هذه البطولة لوحدها هذه البطولة مختلفة عن 20-30 20-30 تلات دول لكن 20-34 المملكة العربية السعودية تصديف كأس العالم لوحدها وحسب معلوماتي قد يتم تغيير موعد البطولة عشان تقام في نفس الفترة اللي أقيمت فيها هذه البطولة في قطر عام 2022 مبروك للمغرب مبروك للسعودية دايما الدولة العربية رائدة في استضافة الأحداث الدولية الكبيرة والنهاردة ثقة الجمعية العمومية تسكية بالكامل سواء للملف الثلاثي أو حتى لملف المملكة العربية السعودية ده جانب كان مهم جدا لازم أبدأ به النهاردة فقرة الطوب نيوز لأنه النهاردة هو أهم خبر وعبرز خبر حاليا متصدر تريند السوشيال ميديا ترجمة نانسي قنقر